اشتركوا في القناة متابعين الغاليين طبعا بدأنا من فترة نتعرف على أساسيات شغل الاكسسورات سواء كان أساسيات أو أدوات عدة وأحجار إن شاء الله النهاردة هنتعرف كمان على السلك الأساسي في شغل الاكسسورات وأهم معدن اللي هو المعدن النحاس وبالأخص سلك النحاس إن شاء الله هنتعرف على ألوانه وتخاناته إيه اللي ممكن نحتاجه إيه اللي ممكن ما نحتاجوش أو نجيب إيه في شغل الاكسسورات يفيدنا أكتر من إيه فخليكم معايا بعد الفاصل هنبتدي نتكلم عن حاجة حاجة من سلك الاكسسورات أشكاله وتخاناته وكل ما يخص سلك النحاس أهلا بكم معايا من جديد زي ما أنتو شايفين كده عشان نتعرف على سلك النحاس سلك النحاس بيعتبر من الأسلاك اللي ليه هميزة حلوة قوي أولا هو موجود في محلات خامات الاكسسورات على شكل سلك وعلى أشكال تانية طبعا لكن شكل السلك بيبقى سهل في استخدامه سعره يعتبر معقول بيتباع بالكيلو المفروض إن الكيلو لحد دلوقتي بيتباع ب160 جنيه في المحلات فيعتبر إن أنا بشتري حاجة بالكيلو دي حاجة أكيد يعني مش كمية قليلة الكيلو مش بشتري بالمتر لإني بسمع إن فيه ناس بيشتروا بالمتر لما باجي أشتري بالكيلو طبعا بيبقى ما شاء الله كمية كويسة من الأسلاك بقدر إن أنا أعمل بيها شغل كتير جدا من أول الخاتم الحلق بعمل دلاية بعمل السلسلة بعمل كل ما يخص شغل الأكسسورات تعرفنا قبل كده في فيديو سابق على كل خمية اللضم وطبعا شفتوا العدد بتاعها قد إيه وقلت لكم في آخر الفيديو إن بدل ما أجيب كل الحاجات دي لو أنا هشتغل نحاس هجيب سلك نحاس فقط لإني بقدر أعمل منه كل ما يخص القطعة بتاعتي سواء كانت زرد سواء كانت هوك حلق سواء كان بشكل منه دلاية زي ما أنتوا شايفين آآ بعمل منه خاتم بعمل منه كل حاجة بتخطر على بالي بعمل منه آآ أشكال ديورية زي ما أنتوا شايفين كده زي الشجرة اللي قدامنا دي ده برضو كل ده بيتعمل من الأسلاك من ألوان الأسلاك اللي موجودة في السوق الأساسية عندنا الأحمر هو الأصلي وعندنا الأصفر وبعد كده بيبقى فيه موجود الفضي الفضي يمكن كلنا كنا من فترة طويلة كان بيبقى موجود زيه زي الدهبي في الأحمر في السوق أو في المحلات آآ لكن بعد فترة ابتدى ما يبقاش موجود لأن الشكوى منه كانت بتبقى كبيرة لأن اللون بيبقى السلك بيبقى حلو قوي آآ بعد فترة مشكلة اللون الفضي إنه بيبقى واخد درجة طلة خفيفة آآ من الفضة يعني فبيحصل إن هي بعد فترة بتوصل للأصفر وملهاش تلميع يعني الدهبي والأحمر بنقدر نلمعهم لكن الفضي نقدر نعيد طلاقه تاني لكن ما نقدرش آآ إن احنا آآ نلمعه بسهولة اللي بيحصل كلقاتي في السلك الفضي بصوا كده دي عندي حاجة من فضرة من فترة آآ مثلا الاول بيبقى لونها فضي يمكن دي قطعة السلك الموجودة عندي بس ده سلك نحاس فضي آآ نص ميلي أو خمسة من عشرة آآ عملت منه الدلاية دي بصوا بعد فترة بيحصل لها إن هي آآ درجة الطلة بتروح وبيفضل أساس السلك اللي هو الدهبي لكن مش الدهبي اللي احنا بدون طلاق بصوا اللون اللون عامل ازاي؟ وملوش تصريفة أو ما قدرش إن انا اتصرف فيه بالشكل ده دي عشان آآ ممكن اكون ما استخدمتهاش قوي لكن دي كانت مدالية في ادية فكانت آآ تعتبر درجة الطلة بتاعتها راحت. كمان عندي الشجرة دي من الحاجات اللي عملتها بالسلك النحاس الفضي. بصوا اللون بصوا. تعتبر خلاص ما بقتش فضي اخدت بعد كده الدهبي وبعد كده آآ اتحولت للون الاصفر الغامق فبقاشك لها مش حلو لان ما قدرش هتصرف فيها. لكن زي ما اتفقنا ان الدهبي والفضي آآ والاسفة والاحمر بقدر ان انا لمعهم. الاحمر اللي هو ده ده اللي انا قصد به الاحمر آآ لما باجي اشتري آآ في ناس بتحب قوي الشغل بالاحمر بحس ان هو شغل فني اكتر من شغل تجاري. يعني انا لما اجي النهاردة هشتري سلك انحاس عشان هشتغل به برجح دايما عشان كده برجح دايما ان انا اشتري دهبي بلاش فضي وبلاش احمر. الاحمر بياخد اكسادة بصوا بعد فترة بي اكسد شوية. بصوا. آآ الناس او الزبون دايما بيبقى عايز الحاجة اللي هي شبه الدهب. لانه بيستغل او بيحاول يعوض آآ ارتفاع سعر الدهب بالاكسسورات او بالنحاس. طبعا درجة التلميع بتبقى مختلفة عندنا آآ زي ما انتو شايفين كده. الناس اللي بتحب بتشتغل شغل فني. ممكن تعمل الشغل اللي هو بالسلك الاحمر زي ما انتو شايفين كده طبعا ليه جماله. ما نقدرش نقلل من سلك النحاس الاحمر زي ما انتو شايفين كده. كمان آآ بيبقى فيه سلك احمر تاني آآ في ال ما بيبقاش موجود في سوق الاكسسورات بيبقى موجود في سوق آآ الكهربا. عارفين الشو السلك اللي هو بيلفو بيه المواتير. بصوا. ده بيبقى اغلى على فكرة من ده. ما عرفش سعر وكام دلوقتي الشوية دول عندي من فترة طويلة. آآ كان في فرق مسلا لو كان ده بمية وعشرين كان ده وقتها بمية وتمانين كان الكلام ده من فترة طويلة. آآ ايام ما كان السلك بتاعنا او السلك النحاس العادي بمية آآ وعشرين جنيه. آآ بص السلك ده برضو نقدر نشتغل بيه نقدر نعمل بي آآ حاجات دي كورية نقدر نعمل بيه شغل هو ده تخنطط يعني تقريبا تمانية من عشرة آآ اقل من واحد ملي لانه خفيف شوية. لكن واخد الطبقة بصوا الطبقة اللي بتلمع دي غير دي خالص. الطبقة دي كأنها آآ عارفين كأن فيه آآ طبقة شفافة كده بتلمع على السلك بتحميه من الاكسادة خالص. اهي. فاللي بيحب يشتغل بالاحمر ممكن يشتغل بده. ده العادي ان هو نحاس الاحمر العادي. معايا كده. فيبقى عندنا الفضي والاحمر. طيب المرجح في شغل الاكسسورات زي ما قلتلكو الدهبي. فانا لو حب ان انا اشتغل آآ شغل بقى اا احترافي او هو اللي انا هبتدي اشتغل آآ منه اللي هو عندي السلك الدهبي. السلك الدهبي برضو موجود. آآ الحمد لله ان هو متوفر عندنا في الاسواق لان فيه دول عربية ودول اجنبية. آآ تقريبا محدش من المتابعين آآ قال لي ان هو موجود عنده السلك بشكل سهل. دايما آآ بيشتكوا ان السلك مش مش موجود. فعندنا في الاسواق المصرية بفضل ربنا السلك متوفر وبسعره زي ما قلتلكو بيتباع بالكيلو الكيلو بمية وستين جنيه في يعتبر السعره حلو جدا. نيجي بقى بعد كده لحاجة مهمة جدا اللي هي تخنات سلك النحاس. تخنات سلك النحاس يعني التخن بتاعه. الروفيع تخين. الاساسي في شغل سلك آآ النحاس او شغل اكسسورات اقصد. الواحد ملي. ده رقم واحد. ده طبعا آآ هو اللي بعمل منه معظم الشغل. وكمان الواحد ونص. وآآ النص ملي. يعني ببدأ نص ملي واحد ملي ملي ونص. التخانة بتبقى الفرق ممكن مع الشغل هتعرفه انتو حتى مجرد ما تشوفوه هتعرفوا الفرق. لكن لو انتو لسه بتبدأوا مش تبقوا عارفين الفرق قوي بين آآ ده وده. فدول التلاتة دول يعتبروا آآ وانا بشتري يعني وانتو بتشتروا هتشتروا من كل حاجة طمن او من كل حاجة ربع على حسب استخدامكم. هقول لكم بقى كمان حاجة وانتو بتشتروا طبعا كل كسافة من دول او كل تخانة من دول آآ ليه هتقل. فلما بتيجوا تشتروا الربع اللي هو النص ملي الربع بصه بيبقى كتير. عشان هو اخفه. لما باجي اشتري الملي بيبقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى اقل شوية من نص ملي الكمية بتاعتو. واااا وااا اكتر من الواحد ونص. الان الواحد ونص اتقل بصوا. في بيجي مسلا دول ربع كيلو. بصوا اللفة كم لفة مثلا بيبقى ااا اقل. طبعا على حسب شغلي. وعلى حسب ما انا بحتاج. وعلى حسب لما ابقى عارفة بعد كده. بس انا مفضل لو احنا لسه نبدأ. اكيد ها هنبوز شوية هنبتدي ناخد ربع كيلو من كل تخانة من دول. مش هيبقى مخصر معانا لان احنا زي ما بقولكو انه سعر يعتبر حلو جدا بيتباع بالكيلو مش غالي. فنقدر نجيب من كل تخانة ربع كيلو. التخانة اللي انا استخدمتها بعد كده او اضطريت ان انا استخدمها ودورت عليها هناك في الساغة. التخانة اللي هي بين النص وبين الواحد. كان فيه اوقات كتير قوي الحاجات اللي بشتريها من المعدن مقدرش عملها بالواحد ملي ومقدرش عملها بالنص ملي لاختلاف الكسافة بتاعته او التخانة بتاعته. فكنت دورت على تخانة لقيت فيه ستة من عشرة وفيه تمانية من عشرة بين النص ملي وبين الملي. فابتديت اجيب النص آآ الستة من عشرة او التمانية من عشرة على حسب ما بقى آآ ما بلاقي في في المحل ممكن التمانية من عشرة. بصوا ده اقل من الواحد ملي. ده تمانية من عشرة. آآ ده طبعا غير الواحد ملي لان بقدر ان انا ده الواحد ونص آآ بقدر اعمل منه شوية حاجات كده آآ ما كنتش بلاقيها في في السوق وقت آآ من فترة. فعشان كده استغلت السلك اللي هو الاقل من الواحد ملي ده. آآ فكنت بعمل منه آآ دليات صغيرة آآ بعمل منه آآ لما باجي اركب الحجر الصغير قوي ما كانش بيدخل في الملي ولا ينفع ان انا اركبه في النص ملي بس انا عايز اشتغل بالنحاس مش عايز اشتغل لضم عادي. فجبت ده. فبقى ده يوفر لي الشغل آآ بالطريقة دي واقدر ان انا آآ اشكله في شغلي. اعمل منه هك الحلق زي ما قلتلكم. اقدر اعمل منه تقفيل على الحجر الاصغر. وحاجات طبعا تانية كتير. ممكن اعمل منه دعامة مع النص ملي في شغل الاشجار. فكان بالنسبة لي آآ اختيار حلو قوي لانه هو فعلا كان في فترة آآ من الفترات قبل ما يبتدوا آآ يعملوا الهوك بتاع الحلقة او الحاجات اللي انا كنت بعملها بدائل او المصمار من النحاس لاني كانت معدم مطلي. فبيبتدي بعد كده بعد ما كنت بجيبها دهبي بعد فترة من الشغل او بعد ما فترة فترة من الاستخدام ايه اللي بيحصل? آآ بتبقى فضي. والله عندي خاتم يمكن بس ما جهزتوش طبعا. كنت عاملها حلو قوي وكان تحفى لكن بعد فترة آآ المسامير كلها بعد ما كان الدهبي لان انا شغالة بالسلك الدهبي فطبعا بكمله بالمسامير الدهبي. آآ اتصدمت لانه بقى آآ السلك فضي وما اقدرش ان انا ما عنديش آآ حاجة ان انا عاملها غير ان انا قطلية طبعا وان انا قطلي القطعة بتاعتي فبتتكلف اعلى لو انا بشتغل آآ بسوق بشكل آآ متوسط او بفرنج متوسط فقه متوسطة آآ فبيبقى مثلا الخاتم لو بجنيه بيبقى باتنين جنيه لو انا هعمله طلة دهب او طلة فضة فما كانش ينفع ده غير بالطلب آآ فابتديت اشغل سلك النحاس الستة من عشر او التمانية من عشر في الحاجات اللي زي كده وده كان بديل هايل بالنسبة لي وقتها آآ لكن زي ما بقولك بقولكو دلوقتي انتو تقدروا اي حاجة وانتو بتشتروا الخمات آآ يعني كل المعادن وانتو بتشتروها لو انتو هتجيبوا اي حاجة معدن عايزينها عجباكو يعني او مش غيرها بتبتدي تسأله هل في منها نحاس ولا لأ لان فعلا اتواجد دلوقتي آآ ما شاء الله اتواجد آآ من كل المعادن شوية حاجات كده سواء كان فواصل سواء كان آآ القفل ابتدى يعمله منه نحاس الهوك بتاع الحلق ابتدى يعمله نحاس لكن لكن انا باشتريه مسلا آآ من جنيه القفل جنيه ونص الهوك برضو نفس الفكرة في حدود اتنين جنيه الهوك لما باجي اعمله من سلك النحاس لما باخد قطعة اربعة سنتي اعمل منها القفل او باخد اربعة سنتي اعمل منه الهوك بتاع الحلق او اقفل به على الشغل بتاعي انتو متخيلين لما اجي اخد اربعة سنتي من كيلو سلك نحاس بمية وستين جنيه الاربعة سنتي دول ممكن يتحسبوا ايه طبعا يتحسبوا طبعا صفر لان يعني انا عشان احسبهم هيبقوا حاجات قبل العلامة العشرية بكتير سعرهم بيبقى في شغلهم يعني سعر السلك الاكتر اللي بحسب عليه لما باجي اعمل حاجة بالسلك شغلها اتقل ببتدي اسعارها بالشغل اكتر من سعر السلك نفسه وطبعا السلك بيقيمة وقيمة كبيرة قوي لان انا لما بركبه في الشغل بيكون بالنسبة لي حاجة قيمة لان همش بيصدي دي اهم حاجة في شغل السلك النحاس او في شغل النحاس عموما اهم حاجة ما يكونش بيصدي بيصدي دي يعني انا خلاص القطعة دي بتترمي ما ينفعش اصلا ان انا سوقها ولا ينفع ان انا اا استخدمها حتى لو شعبي اا لكن لما باجي اا اشتغل بالسلك النحاس او بالنحاس عموما ايا كان الشكل اللي عليه النحاس ده بيبقى اا قيمة القطعة يعني دايما لما باجي اقول اا ان الشغل ده من النحاس معروف خلاص الشغل ده اكيد كوالت بتاعته عالية امتو عالية لانه هو اا مش بيصدي مع المية ولا مع الاستخدام بالعكس كل ما بلبسه او باستخدمه بيبقى ااا متلمع اكتر او بيلمع اكتر من اللي هو بيأكسد اللي هو مركون اا للهوى او للاستخدام العادي بنشيله دايما في اكياس بلاستيك دايما نحافز على اولا الشكل ده دايما بحطه في كيس عندي بالشكل ده اي كيس عندكم بتيجوا بعد ما بتجيبوه بعد ما بتجيبوه اقصد السلك لازم ولا بد ان هو يتحط بالشكل ده في كيس ويتقفل عليه كويس جدا لان الكيس بيحفظوا من طيرات الهوى واكتر حاجة بتأثر على السلك هي طيارات الهوى لو انا بسيبوه كده في الهوى عادي زي ما انتو شايفين كده اهو كمان اا لما باجي اسحب بسحب كده باخد القطعة اللي انا عايزها بسحب كده عشان احافز على ده ما يبتديش بقى يتكسر او يبتدي يبقى شكله عايز اتفرد بصعوبة اا ولو حسيت ان هو الفعلا القطعة محتاجة تتفرد بمسك قماشة يعني دايما بمسك قماشة وابتدي مسلا نعتبر المنديل كنينيكس ده حتة قماشة وزي ما انتو شايفين كده السلك بتاده يتعوج مني الحرارة اللي بتنتج عن الحركة دي بتخلي السلك يرجع يتفرد تاني بمنتهى السهولة زي ما انتو شايفين كده اهو فحافز عليه على قد ما اقدر عشان اا اقلل من ان هو يبوز او ان هو يبتدي يتكسر مني لكن مهم انه يفضل بالشكل ده هو بيبعهولك اصلا بيتباع في المحل باللفة دي فاحنا نحافز عليها على قد ما نقدر وفي كيس بلاستيك ويتشال وكده يبقى عندنا اهم معدن لشغل النحاس اه شغل الاكسسورات اه بعتذر طبعا نقدر نعمل منه كل الشغل زي ما قلتلكم وان شاء الله اه يكون اه الفيديو اه ما كونش نسيت حاجة اقولها لكم ولو حستيتوا ان فيه اي حاجة نقصة وعايزين تسأله عليها اه على طول في التعليقات اكتبوا لي وانا هارد عليكم اه يارب الفيديو يكون مفيد وما يكونش طويل انا بعتذر الفيديوهات دي طويلة تقريبا كل فيديو من الفيديوهات الاساسيات بقولي الكلام ده اه لكن فعلا هي بتبقى طويلة عن الفيديو العادي او فيديو الورشة العادي اه بحاول اقصره على قد مقدر اه لكن اه للافادة اه معلش استحمله شوية عشان تاخدوا اكبر اه اه فايدة ممكنة من الفيديوهات دي قبل ما تبتدي اه تقولوا اه ابتدي او هبتدي انزل اشتري والله المستعان ربنا يوفق الجميع يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوله اه لايك للفيديو وتعملوله شير كمان عشان لو في حد بيدور على نفس الموضوع يبتدي يوصلوا الفيديو او يوصلوا الشرح بتاع الشغل اه اتمنى لكم كل التوفيق ما تنسوش من دعوتكم الحلوة ابدا متشكرة اوليكم والسلام عليكم يا رب اكون ادارت اقفادكم ولو عجبكم الفيديو ده لانت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة واتنسوش تعملو رمز الورس عشان يوصلكم كل جديد